موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام من الرافذين مرحبا بكم في سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشيوي للحراك الشعبية الثورية مع شروع القوات الحكومية والميليشيات بمحاولة انهاء الاعتصام باستخدام الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع نرحب مشاهدين بضيفنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي مرحبا بكم حياكم الله مرحبا بكم حياك ونرحب أيضا سينضم إلينا عبر الهاتف وهو الآن معنا من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي سينضم إلينا أيضا في هذه المتابعة فاصل تصيرها نتابع أنا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه المتابعة الخاصة دكتور رافع يعني ورد في نصائح مقتدى الصدر للمتظاهرين ورد حديث عن السيادة الوطنية وعلى المتظاهرين يدافع عن هذه السيادة ولكن هل الحديث عن السيادة يقتصر على أمريكا دون غيرها كإيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ نصير هذا المفهوم ملتبس الحقيقي يعني ملتبس بإرادة يعني ليس ملتبسا عند الناس لأنه هو مبهم لأنه معقد لا التباس مقصود لأن قوى تخرج بتظاهرات مثل ما شهدنا بتظاهرات سموها مليونية لكنها لم تتجاوز الآلاف الحقيقة وفقط فشلت في الشادرية المطالبة بخروج أمريكا من العراق المحتل الأمريكي وفي خروجه هو عودة السيادة وسموه يوم السيادة وبعدها اجتماع للميليشيات جرى في إيران تم قرار هذه التظاهرة الحقيقة وطالبوا الجميع طالبوا كل العراقيين بالخروج لأنه هذا سيعيد السيادة السيادة لا تعيدها تظاهرات بهذه الشكل ولا قروج أمريكا ولا تخرج أمريكا بتظاهرات مثل ما قالوا وحتى إذا ما كانوا هذا جيشهم كله اللي شكلوا من 2003 لحد الآن وميليشياتهم وقواهم الأمنية وصباطع الجهاز الأمني إذا ما وقفوا على الحدود على الحدود العراقية من أقصاها إلى أقصاها من شمالها إلى جنوبهم من شرق إلى غربها لن تتحقق السيادة السيادة تتحقق بوجود حكومة وطنية بوجود مشروع وطني يحترم العراق ويحترم شعب العراق حكومة تحترم العراقين وتحترم طلبات العراقين تحترم ثروات العراقين تعرف كيف تستثمرها كيف تستثمر طاقات العراقين تحترم علاقات العراق وتزنها بشكل منطقي وعقلاني وعقلاني وبما يفيد مصالح العراق تحافظ على مصالح العراق هنا تتحقق السيادة وهذه السيادة إن أرادوا أن تتحقق يجب عليهم أن يقفوا مع التظاهرات التي خرجت في واحد تشتينه وما زالت في الشوارع هذا الشباب الجميل الرائع لأن هذا الشباب هو الذي يطالب بعادة الوطن لأن الوطن بلا سيادة بلا استقلال بلا حرية بالفساد يعني متغول فيه هذه الأحزاب أثرت على حساب المواطن ما الذي يمنعهم أن يكونوا مع المتظاهرين كما ذكرت هذا الموضوع المهم في هذه القضية أن وجود حكومة وطنية إزاحة هذه العملية السياسية الموجودة المبنية على المحاصصة وراهنا إرادتها لقوى أجنبية خارجية أقليمية ودولية بإزاحتها والمجيب بمشروع وطني وحكومة وطنية ستتحقق السيادة من يريد السيادة عليها أن يقف مع هذه التظاهرات لكن هذا ما الذي يمنعهم؟ هذه القوى قوى سياسية تابعة الحكومة قوى العملية السياسية كيف يمكن أن تقتنع بإزاحة العملية السياسية بإزاحة نفسها؟ هذه التظاهرات التي خرجت ممكن القول على أن الحكومة تظاهرة ضد الشعب منطقيا هي هكذا لأن هذه أحزاب السلطة وميليشيات هذه الميليشيات تابعة لحزاب السلطة التي تؤلف الحكومة وتؤلف العملية السياسية فبالتالي الحكومة تظاهرت ضد الشعب وهذه حادثة لأول مرة تحصل في العالم ربما حكومة تظاهر ضد الشعب بهذه الطريقة فلذلك هم لا يقفون مع الثورة لا يقفون مع الشباب لأنه فيه خلاصهم فيه نهايتهم سيقادون إلى المحاكم ستنتهي هذه عملتهم ستنتهي مكاسبهم ومغانمهم وكل ما أثروا به طوال هذه السنوات السباة عشر التي مرت على العراق بأسوأ ما يمكن والمواطن العراقي هو من دفع ثمنها بالتالي المواطن العراقي لديه ثورة يريد أن يزيح كل هذا السوء يريد أن يزيح كل هذا الإطار السيء ومخرجاته السيئة التي أذت الوطن والمواطن وسلبته كل حريته وكل حقوقه وكل حياته وكل ثرواته يزيح لكي يأتي به نظام وطني جديد ومشروع وطني جديد يخلصه وبالتالي سيادة تحقق الاستقلال لذلك هم لا يقفون معها يقفون بالضد منها يطالبون هذه الثورة أن تأتي معهم كيف يعقل أن هذه القوى الميليشياوية التي قتلت المتظاهرين التي تتصيد المتظاهرين التي تخطفهم وتقتلهم وتعتدي عليهم وتصفهم أبشع الأوصاب أولاد السفارات ومندسين وما عرف مو شعوذين وكل هذه الأوصاف السيئة وصفتهم ووصلت بهم الحد الذي يقولون ظلموا عراقين لهذا الحد كيف يمكن لهؤلاء الذين دفعوا هذه التضحيات الكبيرة وهذه الدماء الزكية الجميلة الرائعة من الشباب رائع جدا أن يقفوا مع هذه الميليشيات في المنادات بخروج أمريكا ولماذا تخرج أمريكا وتبقى إيران حتى الوصائل لمقتدر الصدر الذي يخرجها لكي تنضبط التظاهرات مثل ما يقول أو هكذا يعتقد يقول أن دول الجوار لا نعادي دول الجوار ومن قال أن التظاهرات تعادي دول الجوار لم تهتفت تظاهرات هذه التظاهرات لم تهتفت ضد دول الجوار هتفت ضد إيران وأمريكا لا تهتف ضد دول الجوار هؤلاء لديهم عقول يعرفون أن العراق ليس منفصلاً على العالم يريدون أن يبنوا حتى إيران لم يهتفوا ضدها يريدون أن تخرج إيران خارج حدودها أن تحترم سيادة العراق وحقوق العراقيين وأن تخرج أمريكا وسيبنون علاقات طيبة مع العالم كله لكن لا يتغول أحد ولا يتصرف بالسياسة العراقية ولا يتصرف بالشأن العراقي مثل ما يريد لا يحق له هل يحق لنا أن نتصرف بالشأن الإيراني كعراقيين مثل ما نريد لا يمكن هو يطالب بعدم مهاجمة إيران فبالتالي هو يقصد إيران طيب إيران تبقى متغولة هذه بميليشياتها وقواها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية تبقى لكن أمريكا يجب أن تخرج والسيادة ستتحقق كيف ستتحقق السيادة ما هذا بالمنطق لا يمكن قبوله لا يمكن أن تتكلم مع شعب واعي ويفهم هذه اللعبة وسباطع السنة يعرف أن إيران قد آذته كثيرا قد آذته بكل المفاصل على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بكل اتجاهات كيف يمكن الآن تطلب منعدهم أن يقبلوا بإيران وبتغولها ولا يقبلوا بأمريكا ما هم الشيطان الأصغر والأكبر تخادموا لذبح العراق لإضعاف العراق لسلب كل قدراته وهذه الثورة خرجت لاسترداد هذا العراق لاسترداد هذا الوطن اللي يسلبوها أولا فالقضية ملتبسة واضح التباس مقصود نعم أهل تأمل الاتصال الآن مع الدكتور قحطان الخفاجي حتى الآن يعني نرجو أن نتابع الاتصال بالدكتور قحطان الخفاجي على هو يصل الدكتور رافع الصدر أيضا طالب المتظاهرين بعدم قطع الطرق والدوام وهو يركز على الطلاب ما سر هذا التركيز على الطلاب؟ طبعا واحدة من القضايا المهمة علينا أن نقولها أنه إما أن تكون وطني يكون توجهك وطني خالص للوطن يعني هذه اللعب يعني محاولة اللعب على الحبلين محاولة تسويق نفسه بالاتجاهين رجل في العملية السياسية نعم ورجل ما عادت تنفع هذه اللعبة ما عادت تنفع يعني كيف تدافع العملية السياسية وقواها وإصلاحات لا ينفع معها الإصلاح 17 سنة تصلحون كل مخرجاتها لا تصلح لا يمكن إصلاحها القضية بها خلال بنية ويجب إزالتها كاملة فبالتالي أنت تطالب الناس لا تقطعون الطرق قطع الطرق جزء من تصعيد التظاهرات وهذا حق مكفول لهم قانونيا ودستوري أو كل العالم موجود هذه قطع الطرق وهم لا يقطعون الطرق بشكل كامل قطع جزئي لأنهم يسمحون لسيارات الأسعاف بالمرور الغذاء بالمرور المريض بالمرور الأطفال بالمرور الراكب حتى اللي عنده أشغال يسمحون له بالمرور يوقفون هذه التريلات الكبيرة العجلات الكبيرة المحملة بالغاز والنفط والأشياء التي توقف حركة الدولة تجارة الدولة وهذا لا يتعارض مع الناس والناس هم اللي خارجين فكيف تؤثر على مصالح الناس وطيب 17 سنة ما الفقر وصل في العراق إلى مستويات مخيفة جداً 12 مليون عراقي يأكلون من المذابة تحت خط الفقر وجهلوا فقر وبالتالي حتى حتى الحصايات تشير إلى ثلاثة أربعة الشعب العراقي هم من الفقراء دعك يعني حتى من تحت خط الفقر لكن عمو الشعب العراقي هم من الفقراء فبالتالي هم المتضررين متضررين من وجود هذه الحكومة ويريدون التخلص منها وماذا فادتهم يعني هذه الثروات بماذا فادتهم لا أعمار لا خدمات لا وظائف لا بطالة فقر بماذا فادتهم إذا ما أوقفوا هذه كلها طيب هذه الأموال اللي كانت تروح إلى الدولة وين كانت تصرف على المواطن بالتالي هذه حجة لا تقبل غير مقبولة والشأن الثاني هو المدارس قضية الدراسة بلد أولاً العراق بسبب هذا النظام السياسي من عام 2003 خارج كل التصنيفات خارج كل قوائم التصنيفات التعليمية خلص مستوى التعليمي العراق انتهى وآخر في دافوس عندما قالوا العراق لماذا لم يذكر اسمه قالوا ليس في العراق تعليم وهذه هي حقيقة مستوى التعليم هابط ثانياً أنت لديك 8000 مدرسة طينية وهياكل وطلبة 70 طالب بالصف الواحد وعندما يصل إلى المدرسة إذا الأمطار نزلت أنت يخوض الطالب بالمياه يالله يصل إلى المدرسة مدرسة حتى رحلات موجودة هذه كل الموازنات هذه عيب يتحدث من يتحدث أن المدارس الآن يعني عندكم حرص على التعليم متى كان حرصكم على التعليم 70 أكثر من 70 و80 ومرات 120 طالب في صف واحد ورحلات غير موجودة هذا الخشب العادي والطلبة يجلسون على الطابوق هذا فضلا عن تسرب الطلبة من الدارس العمالة يعني من بين العشرة يدخلون إلى الابتدائية ثلاثة فقط يصلون إلى المتوسط السبع يتسربون ويتحدثون عن التعليم أي تعليم هذا الذي أنتم خايفين عليه خايفين على التعليم التعليم يبنيه نظام وطني حكومة وطنية مشروع وطني يبني التعليم ويحرص على التعليم وهناك تنمية وتعليم وتربية هذه الحقيقة المناهج غيرتوها بطريقة سيئة ترفعون ما تريدونه حسب أهوائكم وحسب رؤيتكم المدارس ما عادت مدارس ما عادت للتربية ما عادت مدرسة تخرج طلاب وثانيا خريجين حتى الخريجين ماذا فعلتوا ما خريجين جلسة قبل وزارة التعليم العالي خريجين دراسات علية رموا عليهم قناب مسيلة للدموع وجابوا سيارات المياه الحارة هذه في بداية قبل حتى واحد تشرين حتى قبل الثوم هذه الحقيقة بالتالي خريجين يتخرج من كلية الهندسة ويقعد على الرصيف يفتح لتشمبر قضية معيبة غالبية خريجين كلياتهم معاطنين عن العمل فماذا فاد التعليم هذا التعليم في أي مستوى إذا عدتكم هذه الموازنات الانفجارية الـ 150 مليار وارداتكم السنوية الموازنة موالتكم ومدارس ما الصفون عليها واحد أقل من واحد بالمئة يعني صفر فارزة ما عرفش قد واحد بالعشرة مخصص للتعليم الدول الآن تبني بلدانها بالتعليم بالبحوث بأعداد الباحثين بأعداد مراكز البحوث بالجامعات لم تبنى جامعة واحدة لم تبنى مدرسة 8000 إلى 9000 مدرسة حاجتنا الفعلية الآن زيادة بالسكان الأمية أكثر من 8 ملايين شخص عراقي بالأمية بعد أن كان العراق قد انتهى من الأمية بشهادة اليونسكو نعم جامعات لم تبنوا مدارس لم تبنوا معاهد لم تبنوا وبالتالي أنتم التعليم نظرتكم إلى التعليم شهادات مزورة كل اللي يحكمونهم بلا شهادات ولا قدرات عقلية ولا فكرية ولا جاءوا من مدارس عراقية طيب وين احترامكم التعليم وين قيمة المعلم في هذا المجتمع وين قيمة الitting في هذا المجتمع سحلت الأساتذة في الشوارع سحلتهم قتلت الأساتذة في الجامعات والطلاب الآن يواجهون والآن والطلاب هؤلاء طلاب هم هذول للشوارع وطالبهم بحياتهم شين قيمة التعليم والوطن موجود في التالي عيب هذا الكلام رجعوا التعليم ما هو المو 맞는 طالب شنو ابن الوطن هذا الشباب ممنين ما هم ابناء الوطن ويعرفون الوطن في معنة شون قيمة انت ودي للمدرسة انت هو وطن ما عنده قيمة قيمة للتعليم ما عنده كل شيء يعني شاهدتاني في احدى المحافظات واحد عسكري يتحدث منهم الشرطة وقائد شرطة وقائد جيش وهذه جامعاتكم راح تشطبوا المستوى كلها هي بس جامعاتهم كل المستوى التعليمي خارج خارج التصنيف خارج التصنيف يعني مو بس جامعة واحدة كلها خارج التصنيف العراق كله تعليم فيه لا غير معترف به شهادة العراقي هذا بعد ان كان العراقي في كل العالم مطلوب احنا لدينا الان لحد الان لدينا اكثر من ستة الاف طبيب في بريطانيا هذه اللي كل العالم تتفاخر بان الشهادة الطبية اذا جاءت من بريطانيا هذا الطبيب اختصاصه مضبوط لدينا اكثر من ستة الاف طبيب عراق الان في بريطانيا لماذا تركوا العراق في كل دول الدنيا لدينا المهندسين والطباق اساتذة الجامعات والجامعات والفنيين والمهندسين والمحامين والصيادلة وكل الاختصاصات لماذا تركوا العراق حتى في المجال التعليم دكتور مدرسين في شافة هذه الحقيقة هذا العراق كانت الجامعات او لمدارس قيمة انتم كلها انتهت مسحتوها مسحت قيمة التعليم ومسحت قيمة الشهادة ليس هناك عندما يشاهد الطالب بمثال بسيط عندما يشاهد طالب الجامعة عندما يشاهد عضوا بالبرلمان ليس لديه شهادة او وزيرا او ما عرف شنو مسؤول كبير مدير عام ليس لديه شهادة ويعخذ هذه المبالغ الكبيرة وحياته مرفهة وهذا المهندس والطبيب وغيره وهذا الخريجين لا يساوي شيء وما يلقى وظيفة يعيش من وراها ما قيمة التعليم ما قيمة كل هذا الكلام اللي يتحدثون بي عن التعليم اولا نحتاج نرجع مثل السيادة نفس الشيء انت تتحقق السيادة عندما تأتي بحكومة وطنية ومشروعك وطني تجيب ناس مخلصين لهذا البلد بأيديهم نظيفة ما ملوثة لا بالدم ولا بالفساد نفس الشيء بالتعليم عندما تأتي بحكومة وطنية غير ملوثة فكرها مفتوح ستعرف كيف تبني تعليما جيدا تعليم وتربية جيدة المدرسة الهقيمة والمعلم الهقيمة والجامعة الهقيمة والاستاذ الهقيمة والشهادة الهقيمة وعدها خطط تنموية كل خريجين يذهبون إلى المصانع إلى المعامل نهاية الصناعة ونهاية الزراعة ونهاية كل شيء وبالتالي العراق يجلس على بحر من نفط تأخذون النفط لتصدروه تأتي الأموال لتذهب إلى فسادكم وإلى مشاريعكم والمواطن يزداد فقر ويزداد إهانة ويزداد ضيم والشباب يضطر بعد معانات كثيرة يذهب إلى الخارج يرمي روحها بأحد هذه المراكل البلاستيكية والقشبية عبر البحار والكثير منهم غرقوا في البحار والكثير منهم ضاعوا في أوروبا وغير أوروبا لماذا؟ لماذا للشباب؟ متى كان العراق لديه ثقافة الهجرة؟ متى كان العراق لديه ثقافة الهجرة؟ يعني عليهم أن يستحوا أن يخجلوا مما فعلوه طوال هذه الصباطعة السنة لذلك دائماً ما نقول أن هذه الصباطعة السنة أسوأ سنوات مرت بتاريخ العراق كله لم تمضي دعت من أي نظام نتحدث عن نظام بشكل نظام لكن هذه الصباطعة السنة أسوأ صباطعة السنة مرت على العراق بكل مخرجاتها عندما تحسب مخرجاتها ستجد مقارنة مع كل المخرجات السابقة ستجد أن هذه أسوأ سنوات مرت بحياة العراق فمن هو وطني عليه أن يحسب هذا الحساب وأن يتصرف بهذا الشكل لا يخلي رجل بيران ورجل معرفين ورجل بأمريكا ورجل مدربة ويتحدث بوطنية الوطنية ليست ثوباً مطاطاً تلبسه بالنهار وتنزعه بالليل وتتحدث النبي بزوايا مظلمة أبداً الوطنية واضحة والوطن واضح وذول الشباب يعبرون عن الوطن يعبرون هاي الدماء الزكية اللي قدموها هذه قرباء للوطن حقيقة هؤلاء ثورتهم ثورة وطنية ويجب أن تدعم لا أحد يتهمهم فازدين أو مفازدين هذا كلام غير صحيح وغير منطقي الآن دكتور هؤلاء الشباب الذين يطالبون بحقهم في هذه التظاهرات يعني تحرق خيام المتظاهرين سواء في الناصرية أو في بغداد أو في مدن أخرى أهو أسلوب جديد دكتور رافع لإنهاء هذه التظاهرات بهذه الطريقة لا أبداً هذا مسلوب جديد طبعاً هذا متوقع وهذا يعني من بدأت الثورة من واحد تشرين وقبلها حتى التظاهرات السابقة وجهت نفس الطريقة نفس الطريقة حرق الخيم وقتل واعتقالات نفس الشيء والتنكيل نفس الاسلوب هم ليس لديهم إلا الحل العسكري ليس لديهم إلا ميليشياتهم ترتدي ملابس حكومية أو ترتدي ملابس أخرى هي نفس الوجوه نفس المي يعني هذا الشرطة الذي يرمي على اللابس بدلة عسكرية أو الجندي أو المعرف يعني تابع وزارة الدفاع بالجيش أو الشرطة يرتدي الملابس الرسمية ويرمي على المتظاهرين هل هذا عراقي؟ هل هذا مميليشياوي؟ هل أصفه بأنه أنصر من عناصر الجيش أو الشرطة؟ لا هذا فرد من عصابة هذا فرد من ميليشيا وغير عراقي لأنه لا يمكن للعراقي أن يقتل أخوه العراقي لا يقتل ابنه ولا ابن جيرانه ولا ما ممكن هذا يضرب ويرقص فرحاً لأنه قتل عراقي هذه قضية غريبة عجيبة خرج عن مفهوم هذه وهو ملثم لماذا تتلثم الدولة؟ الدولة هذه إذا كانت هذه حقوقها وإذا كانت هي تتحدث بالحق والقانون لماذا يتلثم؟ لماذا هو ملثم؟ يعني هذا المتظاهر يتلثم وغالبيته يخاف على نفسه لكن إذا تلثمه فهو يخاف على نفسه لأنه تعرفوه تعتقله بس هذا أنت الشرطي والجندي والمعرف منه لماذا تتلثم؟ أنت عصابه؟ ما غريبة هذه أنت قاتل القناص لا أحد يعرف من هذا القناص الشمري راح قتلهم بالناصرية اختفى لا نعرف صدرنا عليه مذكرة القبض بس اختفى غير موجود ما معروف مكانه وبالتالي يطلع جالس بجانب وزير الخارجية في المنطقة الخضراء ومنصبه معروف وقضية لعبة كبيرة وليست جديدة والقتل في الناصرية وغير مكان متوقع وطبيعي وهذا جزء من مخططهم ليس لديهم إلا الحل الأمني بخصوص الناصرية إذن أكدت مصادر مطلعة أن حصيلة هجوم الميليشيات على المعتصمين في ساحة الحبوبي بمذيهات الناصرية في محافظة ذيقار قد بلغ شهيدين 12 الجرحة وقد أكد المتظاهرون في الناصرية استمرارهم بالاعتصام بالرغم من استداف القوات الحكومية والميليشيات لهم مشاهدين الكرام لنتابع هذا التقرير ثم نعود عود على ذيبد ميليشيات مسلحة تقتحم تحت جنح الليل وأعين القوات الحكومية ساحة اعتصام الحبوبي في ذيقار إحدى الرموز الراسخة لثورة تشرين بملابس مدنية ومركبات لا تحمل أرقاما وبأسلحة خفيفة ومتوسطة هاجمت الميليشيات متظاهرين عزل لا يملكون سوى صوتهم وحراكهم السلمي أمام سلطة قوامها أحزاب وميليشيات تدير البلاد بالحديد والنار سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من المتظاهرين في هذا الهجوم الدامي خصوصا أنه تم في ساعة متأخرة من الليل أعقب ذلك إحراق لخيم المتظاهرين ظنا من الفاعل أنه سيسكت صوت الشعب الهادر الهجوم هو الثاني على ساحة الاعتصام في الناصرية ولفداحة القمع في العراق قد لا يستغرب الحدث لكن قد يسأل أحدهم لماذا الناصرية تحديدا تتمحور الإجابات حول عزيمة ثوار تشرين في المدينة وإصرارهم على التغيير رغم الدماء التي سالت منهم الكثيرون يرون ذقار أنها عاصمة ثورة تشرين وسراجها المنير وذلك ترجم بالاستجابة الأخيرة للمهلة التي حددوها قبيل التصعيد السلمي للتظاهرات هذا فضلا عن قطع ثوار الناصرية قبل غيرهم الطريق على الأحزاب والتيارات التي حاولت ركوب الموجة فكان الهتاف للعراق فقط حرق الخيام وقتل المتظاهرين العزل لم يثني عزيمة المعتصمين فقد تقاطر أهالي المحافظة أفرادا وجماعات لنصب خيام جديدة والوقوف بوجه آلة القمع الحكومية والميليشيوية للمرة الثانية خاب الظن والمسعى بفضل الاعتصام في ذقار بالتزامن مع قمع متواصل في بغداد والبصرة وغيرها أمام صمت مطبق من المجتمع الدولي وهو يشاهد شعبا أعزل يطالب بوطنه وسلطة تقتله دون أي رادع أو قطرة من حياء أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام ومعنا من مدينة الناصرية كرار ياسين الناشط في التظاهرات مرحبا بك كرار معنا حياك الله أستاذنا العزيز أهلا وسهلا وحياك الله أهلا بك يعني المتظاهرون في الناصرية ذكروا أن مجموعة مسلحة بلباس مدني اقتحمت ساحة الحبوبي ما الذي حدث بالضبط في الناصرية وأنت من قلب الحدث نعم في بادل أمر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بحياءون عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم الرحمة والخلود لشهدان الأغراض والحقيق العار من قلب العشرار باليوم وأمس الساعة الواحدة مساها دخلت مجموعة أرهابية ملتفة الساحة الحبوبي المتظاهرين العزل السلميين دخلت هذه المجموعة حرقة القيام وقتلت بعض الشباب ثلاث شهداء في محافظة الضيقار وما يقارب العشرين شهيد بدون أي مواجهة من المتظاهرين لأن تعرفون مظاهراتنا السلمية تأييداً لمرجعيتنا الرشيدة والشعبنا والشعبنا الصابر المتظاهرين السلميين المطالبين بأبسط خصوصهم المسلوبة البعض التهم هذه التظاهرة بأنه تظاهرة أمريكية بدعم أمريكي وجوكرية وكثير من المسميات طيب كرار بس نرجع لما ذكرته قبل قليل بأنه مجموعة دخلت بعد منتصف الليل ساعة الواحدة وأحرقت الخيام وقتلت بعض الشهداء وهناك جرحة يعني كيف أتت هذه المجموعة بسيارات ما هي الملابس التي كانوا يرتدونها كيف حصل هذا الاعتداء نحن موجودين طبعا نحن موجودين طبعا دخلوا بزي مدني أسود ملسمين كانوا بسيارات في البداية يعني حكومية سيارات سيارات نوع بيك أم خمس سيارات بيك أم وسيارتين ألن ترى سيارتين من الأمن سيارتين مدنية سيارتين مدنية دخلوا من منستذين من ساعة الحبوبة طيب دخلوا بدون أي مواجهة من المتظاهرين المتظاهرين سلميين عزل ما يحملون السلاح نعم فأحنا نرد عليهم أن تبقى ثورتنا ثورة سلمية تعتبر من أشرف وككرار عفوا يعني عندما دخلوا أين كانت القوى الأمنية في أثناء هذا الاعتداء طبعا كل التحليقات سيارات بالعادة أنه أكون تعاون وتواطم من قائد شرطة الزيقار مع المجموعة الرهابية التي دخلت لأن شهود عيان انسحاب النجدة المتواجدة بالمحافظة وكل مراكز الشرطة المتواجدة في شوارع المحافظة بالتوقيت مع هذا الحادث انسحبوا نعم أسمعك كرار تسمعوني وياك أسمعكم يعني حصل انسحاب لهذه النقاط الأمنية الحكومية بنفس التوقيت مع هذه المجموعة المسلحة كل الدوريات الموجودة بمركز مدينة الناصرية تحبت بالإضافة إلى أطفال الكهر قبل دخولهم وبخمس دقائق فكل هذه المؤشرات تدل على تعاود بينهم وبإضافة الشرطة وكذلك المحافظة قيادة الشرطة ومحافظة وقاعدة حملون المسؤولية بكل كل التسانات التي صارت يوم طيب يعني عدد الشهداء والجرحة والخسائر الأخرى هل من الممكن أن تقدرها لنا شهداء 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 المسؤطة يوم ثلاثة شهداء وعدد الجرحة مع القارب العشرين جريح بالإضافة إلى الخيام ما يقارب الستين خيام ساعة الحبوبة حرق بالكامل يعني متأكد هناك ثلاثة شهداء لتعرف أسماءهم ثلاثة شهداء بالضبط لم أنا متأكد بس أسماءهم ما تحضرني حاليا بس أنا متأكد بس أسماء في الصعب العشرين جريح عشرين جريح أيضا نعم يعني يعني هل أنتم مصرون على المواصلة حتى تحقيق أهداف ثورة تشرين بعد كل هذا القمع الحكومي كرار احنا قلناها من اليوم الأول عندما خرجنا التظاهر من هذه الثورة هي أشرب ثورة في تاريخ العراق لأنها الثورة الوحيدة التي قامت بأياد شابه رفضا ظل المطالب بأسوا بحقوق العيش ومطالبهم وصف الحكومة وصف كل أمم المتحدة وصفة العالم أجمع حاليا في بادي الأمر كانت عدة مطالب تحقق البعض من هذين والبعض الآخر لازم يتحقق هذه السيطرة حاليا المطالب التي هي رئيس وزراء مستقل لم يشارك في الحكومة في العملية السياسية منذ اليوم وكذلك التوضيق على قانون الانتخابات المعطلة هذه اللحظة وتحديد موعد الانتخابات المبكر هذه مطالب المتظاهرين في العموم العراق وفي كل محطبات العراقية طيب شكرا انتظرنا كرر رياسي الناشط في التظاهرات الآن مشاهدين الكرام لنستمع إلى أحد شهود العيان في مدينة الناصرية الذين أكدوا أن مجموعة مسلحة بلباس مدني هي التي اقتحم الساحة الحبوبي بحماية من الشرطة وقد بدأ هذه المجموعة بيطلق الرصاص على خيام المعتصمين وهو ما ينافي الرواية الحكومية فلنتابعه كما تابعنا مشاهدينا الكرام دكتور رفع يعني كيف تعلق على الرواية الحكومية وهذا شهد عيان من الناصرية يروي ما حدث يعني جزء من الرواية الحكومية دائما الحكومة متحدث منه واحد تشتين الأول وحتى قبله كل الحكومات التي جاءت في ظل الاحتلال من عام 2003 على كل التظاهرات كانت تقول أنه قوانا الأمنية تحمل تظاهرات ودستورنا يضمن تأمين هذه التظاهرات وحريتها والتعبير عن الرأي لآخر واقع الحال يختلف تماما عن هذه القضية وإذا ما تحدثنا يعني عن ثورة واحد من واحد تشتين لغاية الآن ما قدمة يعني من تضحيات أكثر من الحكومة تتحدث عن أكثر من ستمائة شهيد طيب إذا كانت وتتحدث عن 22 أو 23 ألف جريح يعني هذه أرقامهم المعلنة والرقم أكبر من هذا الحقيقة الشهداء أكثر من ألف شهيد الآن والرقم ربما الجرحة الكل ربما 27 و28 ألف بين جريح وشهيد الحقيقة إذا كانت الحكومة بأجهزتها الأمنية بأجهزة الشرطة والجيش تحمي التظاهرات وهذه تضحيات الكبيرة قدمت كيف قدمت هذه يعني من استطاع أن يقتلهم إذا كانت القوى الأمنية وقوى الحكومة تحمي التظاهرات وإذا كان الدستور يكفلها وإذا كانهم يؤمنون بحرية الرأي والتعبير عن حرية الرأي ويحمون التظاهرات وليس لديهم حساسية اتجاه مطالب المواطنين والشعب كيف حصل هذا من يخطف الناس من يقتلهم من يرمي على الناس هذه القنابل المسيلة للدموع اللي بشكل مباشر والرصاص الحي والقناصة والاختطاف والميليشيات التي تدخل من 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 يتحمل المسؤولية فيما حصل لذلك ما حصل هذا في الناصرية عندما يقولون أن الكهرباء قطعت قبل دقاء قبل دقاء نفس الحادثة حثت في السينك نفس الشيء هذا اسلوبهم الواحد لذلك أنا قلت ليس لديهم إلا الحل الأمني ونفس القضية تنسح بالقوات الأمنية الميليشيات دخلت من كل السيطرات الأمنية في السينك وصلت إلى السينك وقتلت واستمرت هذه القضية لأكثر من خمس ساعات والقوات الأمنية على جسر السينك بعد أمتار عنهم لم تتدخل هذه الحقيقة والكهرباء قطعات الأسلاك الكهرباء وهذه نفس الشيء بالناصرية القوات الأمنية تنسحب بتوقيت معين لتدخل هذه الميليشيات والكهرباء تقطع لتقتل وتحرق وتخرج ومن دون أن يعرفها أحد ويتحدثون عن طرف ثالث نفس القضية الآن مدير الشرطة الناصرية يتحدث عن طرف الثالث هذه كذبة معيبة ما عادل أنتم الطرف الثالث عيب هذا الكلام إذن هذه السلطة بكل قواها الأمنية والعسكرية وهي متعاونة هي جزء من الميليشيات هذه دولة ميليشيات هي من تقتل الناس هي المسؤولة عن قتل الناس يعني يعني عادل عبد المهدي هذا الرئيس الوزراء اللي الآن يسعى إلى العودة إلى هو مستقيل وهو يمارس نفس عمله يعني سمعنا أنه استقال لكن هل هو استقال فعلا؟ يعني هو حكومة تصريف أعمال الكذبة هاي الكبيرة أيضا يتحدث عن حماية الناس وعن طيب ولا يقدم أحدا للعدالة وتحدث عن مسؤوليتهم وعن احترامهم لدم الناس ويشتم الناس يعني يشتمهم والمتظاهرين يسميهم بشغب وفي نفس الوقت يقول إنهم شهداء هذا التناقض واللعب على الألفاظ وهذه ما عادت تجدي اللعبة انكشفت والأقنعة سقطت وبالتالي الوضع الآن مكشوف جدا جدا هذه الحكومة حكومة ميليشيات وكل هذه قواها تتعاون ضد بكل قواها الحزبية والعسكرية والأمنية تتعاون فيما بينها وتتخادم لإنهاء التظاهرات للوقوف ضد الشعب هي جبهة كاملة متفقة مع بعضها بكل مكونات الطائفية بكل أحزابها بكل فكرها متعاونة فيما بينها ضد الشعب كون جبهة والشعب عدوها هكذا تعتبر الشعب عدو وتحارب الشعب بكل الطرق وهذه اللعبات في البصرة شهدناها في الناصرية شهدناها في بغداد في كل مكان نفس القضية القوى الأمنية تنسحب وإذا بالميليشيات تدخل وهي نفس القوى الأمنية هي نفس القوى الأمنية ولا أحد يعرفهم لحد الآن لم يقولوا لنا أين القناص من هو القناص شطة بيقار أنت تتحدث من يخطف من يقتل تنظيمات مسلحة مجهولة شطة بيقار هذه القضية المجهولة هذه تأتي من الفضاء يعني عدنا إلى ما كنا نسمع في السبعينات الصحون الطائرة وعدنا إلى هذه الأفلام الكارتونية الحقيقة عن صحون طائرة وعن أشباح تأتي من كوكب آخر من هذه القوى المجهولة القوى المجهولة إذا كنتم قوى مجهولة وما تعرفوها إذن أنتم أكون خلل كبير في أمن العراق وأنتم المسؤولين عن أمن العراق إذن لا تستحقون أن تحكموا العراق هناك خلل واقتصاد العراق الناس تزداد فقر هناك خلل في التعليم في التربية العالم تصرب والتعليم خارج خارج كل التصنيفات هناك الصحة خارج كل التصنيفات خدمات غير موجودة إذن أنتم في كل القطاعات غير قادرين أن تحكموا إذن أنتم لا تستحقون أن تحكموا العراق غادروا هذا الشباب عنده حق وهذه الثورة عندها حق وانطل فرصة تركوا المجال لهذا الشباب لأن يؤسس مشروعا وطني وحكومة وطنية تحكم العراق وتعيد العراق من هذا الأسر وتخلص العراق من هذا الإطار الذي سميته عملية سياسية هذا الإطار بكل مخرجات السيئة الذي دمر العراق إذن مشاهدين الكرام أيضا ضمن تصعيد جديد لتأمين معتصمي الناصرية لكي يؤمنوا أنفسهم من هذه الهجمات والقمع الحكومي والميليشياوي أغلقوا جميع جسور مدينة الناصرية وواصلوا التوافد إلى ساحة الحبوبي لإيصال رسالة مفادها إننا باقون موسيقى 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 اشتركوا في القناة شوفوا الحبوبي مالك محط رجيل ويومية مليونية كما شاهدنا مشاهدين الكرام اذا دكتور رافع هذا الاستداف المتكرم من السلطة وميليشياتها للتظاهرات هل هي برأيك محاولة لجر هذا الحراك السلمي الثوري لثورة تشرين لان يصطدم يعني يكون صداما مسلحا مع هذه السلطة وميليشياتها هو جزء من عندها جزء من الضغط على المتظاهرين لكي يعني وصولا الى استخدام السلاح هذه التظاهرات السلمية وفضحتهم أمام العالم كله وهم يعرفون أن استمرار هذه التظاهرات بسلمية تستدعي العامل الدولي العالم كله سيقف معها هم يريدون أن يغيروا القضية إلى شيء آخر لكي يقولوا لذلك يتحدثون عن مندسين الكلام هذا لا ينفع يريدون أن يرفع السلاح ضدهم لكي يقولوا ارهابيين معرف شنو مأموري من سفارات أخرى دول أخرى تمولهم مثل ما قالوا وهذه الحقيقة لم ينالوها ولا ينالوها نعم أخفقت من ثلاثة أشهر حاولوا يعني هذه أكثر من ثلاثة أشهر لأننا نداقلين على الشهر الرابع لينتهي نعم أخفقت لذلك محاولاتهم تزداد يعني خذلان وانكسار وسبحان الله اللي يعني يقف مع شعب العراق رب العالمين يقف مع شعب العراق ويساندهم ويكشف كل ألاعب هؤلاء هذه هذه الحقيقة جزء منها يعني كنا نتحدث قبل قليل عن عادل عبد المهدي يعني من المضحكات من النكات المضحكة المبكية في هذا في العراق اللي كل شيء به مضحك ومبكي وفيه من التناقضات الغريبة عجيبة يوم أمس يعني والناصرية تحترق وساحات في ساحة التحرير هجم الساحة التحرير والدماء تسئيل والشهداء والعويل والناس بهذا الشكيل وإذا بعادل عبد المهدي يقول يوجه يعني حكومته هذا لمتابعة العراقين في الصين لأنه هناك فيروس كورونا من هم العراقيون الذين في الصين انت خايف عليهم من هم انت المواطنين العراقين تقتلهم اللي بالداخل تسحقهم برصاصك وقناصتك وميليشياتك وأنت لم تقدم واحدا للعدالة لم تراعي دمن والناس صار هربع تشرب الشوارع انت لم تفعل له شيئين انت خايف عليهم منهم يعني انت خايف على السفارة لأن المواطنين العراقين انت لا تحتم بهم إذن اللي هاجر وعايشين بالصين انت ما تحتملهم انت خايف على السفارة عشر نفار عشرين نفر ميتين نفر خايف على ذول انت تخاف على والفيروس الأساسي يعني بس كفونا الشرب فيروسكم وانتوا انتوا الفيروس الأساسي هذه الحكومات وهذه الأحزاب هي الفيروس هذه أخطر من من فيروس الكورونا هذا اللي جاي من الصين هذا اللي دمر العراق 17 سنة دمر العراقيين وفساد وخراب ونهب أموالهم ونهب كرامتهم واستولى على كل شي بهم وخلى العراق مطية للآخرين وخلى ساحل الصراعات هذه الحقيقة فأنت خايف على العراقين هذه نكتة مضحكة مبكية يعني الشعب انت تشاهد انه الناس تقتل بالناصرية الشباب الجميل الحلو تيجي الميليشيات تقتلوا في بغداد وكربلة وبالنجف وبالبصرة يحرقون الخيم ويقتلوهم واعتقلوهم ويتهموهم بالاتهامات وهو يوجه أجهزته وحكومته لإهتمام بالعراقين في الصين ما منهم في الصين على من تضحكون اللي يهتم بالناس اللي في الصين بالأساس يكون مهتمين في شعبه خاف على شعب أنتم مهتمين في شعبكم هذا الشعب صلى أربعة تشهر بالشوارع 17 سنة يعاني من الفساد والخراب والدمار والاستيلاء على كل ثرواته وعلى قيمه وعلى تراثه وعلى حياته ومزقتوه بفكر طائفي وبالتالي طلح هذا الجيل الجميل الرائع هذا من الشباب اللي لا طائفي لا لا موتور لا لا ينتمي إلى أي حزب ينتمي إلى العراق وحده ولم الهوية الواحدة الهوية العراقية الجامعة للكل لا يتحدث لك لا أنا سني ولا شيعي ولا كردي ولا عربي أنا عراقي وعراقي وهذه ثورتي ثورة عراقية هذا الجيل الجميل الرائع اللي تخلي في راسك تقتله وتحرق خيمه وتهجم عليه بالليل مثل بعصابات وهو نايم تقتله وتلققي وبالصبح تشيع مع الناس تخايف على الناس اللي بصين خايف على العراقين اللي بصين أنتم الفيروس الأساسي ولو تخلص العراق من هذا الفيروس اللي أنتم جئتوا به من من 17 سنة لكان العراق بخير حق هذا الفيروس العراقين ما يخافون من كورونا وغير كورونا وما يخافون من أي فيروس يخافون من الفيروس اللي أنتم جئتوا وهم قر sovere закон حتى يتخلصون من هذا الفيروس أيضا نختم في سياق هذه التصريحات المضحكة المبكية كما ذكرت دكتور رافع بيان الحكومة عن استداف السفارة الأمريكية طالب بالكف عن استداف السفارات والبعثات الدبلوماسية الحكومة تطالب بهذا هل يقنع؟ هذا جزء لذلك كل يوم لاحظ كل يوم سبحان الله كل يوم يؤكل من جرف هذه العملية السياسية ومن حكوماتهم من هذه الشخصيات الكارتونية اللي واحد متخلف يقول عنهم سياسيين محنكين هؤلاء السياسيين محنكين اللي يحكمون العراق سبحان الله في كل يوم عندما حكومة ما تعرف تقول هي تقول لا نعرف من الذي إذن فاقدين الأمن وانتم فاقدين الشيء لا يعطي فاقد القدرة على أن يعطي الأمن للناس فاقدة للأمن فاقد القدرة على أن يطعم الناس ما يعرف يطعم وهذه الحقيقة انتم فاقدين الشرف والكرامة والكل شيء فاقدين الوطنية لا يمكن أن تعطوا وطنية للناس فاقدين قيمة الوطن فاقدين عراقيتكم لا يمكن أن تعطوا للعراقين دروس في العراقية أهل العراق أدرى بعراقيتهم فعندما يتحدثون أن هذه السفارة لا ندري منه وهذا إساء إنا وإحنا ما نعرف منه الجهل أنتم ماذا تعرفون الآن إذا القل الناس لا تعرفوا والذي يقصف السفارات لا تعرفوا والذي يقتل الناس لا تعرفوا والذي يخطف الناس لا تعرفوا والذي يخطف مدير عام من وزارة الداخلية في وضح النهار بالشارع ويتناجد يا رئيس الوزراء تناشد بإطلاق صراحة ولا تعرفوا والذي يجيب أسلحة من بره ويطلع عنا وزير الدفاع يقول لنا طرف ثالث ومستوردي وإحنا ما مستوردي منه مستوردة ما حد يعرف مخازن الميليشيات لا تعرف ماذا فيها وإنتوا تقولون أننا حكومة وإحنا يجب إحترامنا والقانون أساسنا وما تدرون والناس يدخلون بالقضاء يساقون إلى القضاء باتهامات كيدية ويحكمون للإعدام يصلون وما تدرون وما تحاسبون والناس يموت من الفقر والأسى والناس تنتحر ومعالجتكم وتعلون السور مع الجسر لأنه حتى الناس لا تنتحر يعني إذا عليت السور الناس لا تنتحر هو الانتحار هو هذا السبب لأن السور ناصي فالناس تونست وتعبر وتقفز إلى النهر وتنتحر لأن السور ناصي فأنت يجب أن تعلي السور حتى الناس لا تنتحر لاحظ الدونية في النظر الدونية في التفكير الدونية في النظر إلى الشعب والتصرف معه بأي طريقة هذه حكومة وهذه عملية سياسة لا تستحق أن تحترم ولا تستحق أن تحكم العراقيين هذه الثورة جاءت من أجل إزاحة هذا الموضوع فهل هذه الثورة نقف معها أم نصدر لها تعليمات لا تقولون كذا قولوا كذا حتى تصيروا إياكم لأنه راح أقول أنتم منحرفين هذا الكلام غير مقبول عليكم أن تعودوا إلى رجدكم وهذا البلد بالأخير هو بلدكم هذا وطنكم العودة إلى الوطن وإلى حضن البلد هي هذه الأساس وهذا الشعب يستحق التضحية وإيران وغير إيران أمريكا وإيران لا تفيد أحد أمريكا كل عملاء هداستهم بعدين برجلية وإيران نفس الشي عملاء هدوسهم برجلية وهذه الحقيقة بالتالي ليس لك إلا هويتك العراقية ولا أهلك أهل العراق هؤلاء الذين تتحزن بهم اللي تقف معهم وتبكي معهم وتضحك معهم وتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم هذه هي الحقيقة هذه الوطنية هذا الإخلاص للوطن مو أوجلهم تعليمات لهم تقبلوا لهم تقبلوا طلعوا الفاسدين من هم الفاسدين من الفاسدين ما أنتم كنتوا بالساحات ما كنتوا بالساحات قبل ما تنصحبون شو ما قلتوا لنا على الفاسدين ما قلتوا منهم الفاسدين ذول وليش ما يعني عملتوا على إخراج هؤلاء الفاسدين والسيئين من هم ذول السيئين ذول اللي وجدوكم خنتوهم وطلعتوا كلام ما مقبول هذه الفقراء اللي تقودوهم بشعارات ما يكفي و هالفقراء سيتركونك و سينضمون إلى الوطن وهذا وطنهم و مصلحتهم مع الثورة مصلحتهم مع الثورة سواء المنتمين للتيارة الصدرية و المنتمين لكل التيارات و لكل العزاق مصلحتهم مع هذه الثورة لأنهم بالأول و الأخير هم معراقين دعك من القيادات هذه اللي تجاءت و مرتبطة بالجندات دعك منهم لكن بالأخير هذا المواطن بالأخير مصلحته مع الوطن مع العراقيين مع هذه الثورة اللي يجيب لنظام وطني يخدمه و يحافظ على ابنه باتر و يحافظ على المدرسة و الجامعة و الطريق و المصنع و يجيب لها مصنع و يجيب لها زراعة و يجيب لهيبة و يجيب لهوية و يجيب لها جواز يحترم و من يسافر يقولوا للعراق يقولوا إن عراق يأخذوا لها تحية هذه الحقيقة هنا الوطنية و هنا سيادة ترجاع مو هذه الحكومات اللي ما تعرف شو تسوي هو راهنا كل إرادة العراق للأجنبي و تتحدث عنه و كأنه هو الوصع علينا هذه قضية و أخرى شكرا جزيلاك دكتور رافع الفلاحي الكاتب و البحث بارك و شكرا لكم و شكرا لكم مشاهدينا الكرام و إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة